و أرحبوا في بداية البرنامج بضيوفي في البرنامج فضيلة الشيخ القارئ معتصم بالله العسلي و الشيخ المقرأ عبدالله محمد السبعاوي و هذه الحلقة ستكون عن نمط أو عن راحلة الكرد الشيخ عبدالله نعرف المشاهد الكريم بهذا النمط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و أفضل الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من و لا و بعد فأنت اليوم قد سبقتنا بالشرح على مقام الكرد الشيخ شرزاد فهو من الأنماط الحقيقة التي يصفه أهل الأداء بأنه مقام ضعف و قلة الحيلة يناسب هذا النمط الآيات التي تتناسب مع آيات الرحمة التي فيها التأمل التي فيها التفكر التي فيها انكسار هذا النمط قد انتشر في العصر الحديث و خاصة في التلاوات على طريقة الحدر و كذلك التلاوات في إمامة الصلاة انتشر كثيرا في الشرق و في الغرب أنا أسمع في أرض الحجاز كثيرا من الأئمة و كثيرا من القراء يقرؤون على طريقة نمط الكرد قرأ به العجمي و الطعامي في أرض الحجاز و كذا حتى أنا كنت متابع مسابقة جائزة دبي و كنت في لجنة التحكيم أسمع لمتسابقين كانوا يأتون من باكستان و يأتون من تايلاند يقرؤون بنمط الكرد هذا أكثر الأنماط انتشرة في هذا الوقت بالذات و سبب انتشاره لو في مجال أتكلم هو نمط سهل كذلك سهل الدخول و الوصول إلى نفس السامع و فيه معنى المناجات كذلك أنا أرى انتشار هذا النمط كنا نقرأ نأتي بأمثلة في كل حلقة على طريقة الحذر و على طريقة التحقيق إلا أني أرى عزوفا و قلة هذا النمط في الطرق المحفلية لأنه فيه صعوبة في الأداء طريقة التحقيق فيه صعوبة سبب الصعوبة أن المقطع الواحد المقرئ يقرأ الجواب جواب الكرد هو طبقته عالية و بعد ذلك ينزل إلى الطبقات الواطئة بحاجة إلى ميران حتى يستطيع المقرأ أن يؤدي هذا النمط في التلاوة المحفلية شيخ عبدالله نفصل أكثر لكن أخذ تعقيب سريع من شيخ معتصم عن هذا النمط بسم الله الرحمن الرحيم و بضل الصلاة و تم تسليمه على سيدنا محمد و ألي الطيبين الطاهرين طبعا جزاك الله خير عن المقدمة التي تصف ما نحن فيه في هذه الحلقات وتفصل الأمر للشاكك في الموضوع أو الذي يشك في الموضوع في جل الأمر بالنسبة لمقام الكرد طبعا المحافل قرأوا فيه في بداية الدخول و في قفلة السورة في نهاية السورة كان بداية السورة في المقام الكرد و النهاية لشدة هذا المقام لا تجده في القراءة التجويدية أما في قراءة الصلاة فهو أقرب إلى النفس و أقرب إلى شجن القلب و أقرب إلى معاني الآيات و أكثر القراءة صراحة في الترتيل و خاصة في الأيام ما قرأوا فيه و أكثر منه وهو من مقام الذي يعبر عن الإحساس الشديد أي مقام أنت بحاجة لتعبر في إحساسك لتصل إلى هذا المعنى في المقام لكن هذا المقام هو يخرج المشاعر شيخ معتصم سنتحدث بالتفصيل عن لماذا قراءة اليوم يلجأون إلى هذا النمط كثير من القراءة لأن يقرأ بهذا النمط